مرض مقدمات الارتعاج الذي يصيب النساء ويعتبر أحد مضاعفات الحمل ليس بجديد لكن الجديد في هذا المرض ما توصلت إليه دراسة لمستشفى ماساشوسيتس العام في الولايات المتحدة الدراسة تشير إلى أن النساء الحوامل المصابات بمقدمات الارتعاج أكثر عرضة للإصابة بفشل القلب في وقت لاحق من الحياة مقارنة بالنساء اللواتي لا يعانين مضاعفات الحمل المرتبطة بضغط الدم وأوضحت الدراسة أن النساء اللواتي أصبن بتسمم الحمل خلال فترة حمل واحدة كنا أكثر عرضة للإصابة بفشل القلب في وقت لاحق بينما اللواتي أصبن بمقدمات الارتعاج في أكثر من حمل كنا أكثر عرضة لذلك بأربعة أضعاف ويصيب مرض مقدمات الارتعاج حوالي 5% من حالات الحمل ويتطور المرض إذا لم يعالج وقد يؤدي أحيانا إلى وفاة المرأة الحامل وجنينها ومن حقائق هذا المرض أنه لا يعرف إلى الآن سبب مقدمات الارتعاج تحديدا فيما تشير بعض الدراسات إلى وجود أسباب وراثية لهذه الحالة وقد يكون هذا المرض مرتبطا بالتلوث الحاصل في المدن خاصة الصناعية منها لكن ماذا عن العلاج؟ لا تشفى حالة مقدمات الارتعاج تماما حتى الولادة وإلى أن يعود ضغط الدم إلى مستوياته الطبيعية تبقى الأم معرضة للإصابة بسكتة قلبية أو نزف غزير أو انفصال للمشيمة قد لا تكون الولادة خيارا مفضلا لمصلحة الجنين في بعض الحالات خاصة عند حدوث مقدمات الارتعاج مبكرا لذا تنصح المرأة الحامل بالراحة وتجنب أعراض مقدمات الارتعاج